من اكتر الموبايلات مبيعة في الفئلة اقتصادية في مصر هي سلسلة الهوت من انفينيكس واللي اتوارد بشكل كبير من اول الانفينيكس هوت وان اول موبايل بواحد جيجا رام فئة سعرية اقتصادية لحد حاليا من الهوت سيكس برو واللي بيجي بخلطة المميزات الرائجة في الفئلة المتوسطة وبينزلها بسعر هيعل شوية فشاشة قليلة الحواف كاميرا مزدوجة خلفية عزل في الكاميرا الامامية وكمان فيس انلوك وغير ده كل وفادات تاني موبايل من سلسلة الهوت يكون بمعالج من مش من الميدياتك الموبايل ده تقريبا الفين وستمائة جنيه او ما يعادل مية خمسة واربعين دولار او خمسة ومية وخمسين ريال سعودي او الف وربعمية درهم مغربي فخلينا في المراجعة دي نعرف مميزات وعيوب الانفينيكس هوت سيكس برو وهل الموبايل لا يستحق الشراء ولا لا السلام عليكم انا احمل المتحط من فون فريو وانت دلوقتي على قناة فون فريو في القناة دي هتلاقي مراجعات موبايلات وكلام عام في التقنية وتحليلات تقنية فلو ان ده مهتمة بالمواضيع دي تأكد ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجهازة سيفصلك كل الفيديوهات الجديدة ولو عاوز تعرف مواصفات الموبايل ده بالكامل اسيب لك رابط تحت من معقع عدة تتقوم عليه مواصفات الموبايل ده بالكامل وخلينا نبدأ المراجعة ونبدأ اول حاجة بالتصميم واللي بيجي بلاستيك بالكامل هنا البلاستيك مش من النوع الناشف اللي شفناه في الهوت اس سري فبيظهر هنا فراغ بسيط كده في ظهر الموبايل من تحت بتحسوا لما تدوس على ظهر الم الموبايل تصميمه شبه الايفون سيفن جدا من الخلف فنفس شكل الكاميرات بالفلاش مع خطوط الانتنة فوقه تحت اللي بيده التصميم ده شكل جمالي وكمان بيساعده على انك تحس ان الموبايل معدن لما تشوفه من بعيد ووزن الموبايل ده يعتبر خفيف او متوسط تقريبا وزنه مية وستين جرام مع وجود نحناءات بسيطة في الظهر بتخلي الموبايل شكله انحف من الحقيقة وكمان اسهل في المسك الموبايل هنا لونه اسود ماضفي او مط وده جذاب جدا للبصمات وبيتمسح بصع فيه كمان لون احمر وزرق ودهبي من الموبايل في المجمل تصميم الموبايل انيق وشكله حلو بالنسبة للفئة السعرية دي من قدام بعدنا الشاشة ستة بوسخ بدقة اتش دي قليلة الحواف من نوع اي بي اس والشاشة دي بتشغل حوالي ستة وسبعين في المائة من مساحة الموبايل الشاشة من الشاشات الالوانها حلوة تباين بين الالوان كويس جدا الالوان متشبعة فبتديك تجربة جيدة جدا في عرض المحتوى والفيديوهات كمان الشاشة دي جيدة تحت اشعة الشامس افتدر تشوف ك كويس جدا برا البيت في المجمل الشاشة من التجارب الجيدة جدا في فئة السعرية دي ومن التجارب الجيدة التانية هي الصوت فبسماعة واحدة اسفل الموبايل الموبايل ده بيطلع صوت جيد جدا كعلوه وكنقاء وتكسيم الصوت وعمقه متوسط المكالمات ما وجهتش فيها اي مشكلة تقدر تسمع كويس وبرضو المايك كويس جدا في المكالمات كمان جيد في تسجيل الصوت وان كان مفيش مايك اضافي العزل الضوضاء لكن في المجمل تجربة صوتية مميزة نيجي بقى للكاميرا الموبايل بيجي بكامير كاميرا خلفية مزدوجة 13 ميجابيكسل مع 2 ميجابيكسل كاميرا ثانوية عشان العزل فتحة العدسة هي F2.0 الكاميرا الامامية هي خمسة ميجابيكسل بفتحة العدسة F2.0 برضو وفلاش امامي الكاميرا الخلفية بتدينا صور شكلها حلو بالوان كويسة جدا لما تيجي تشوفها كده من بعيدة تلاقيها حلوة لكن لما تقرب شوية وتبص على التفاصيل فاتلاقيها مش قوي كمان الديناميك رينج ما كانتش قد كده الكاميرا مش بتتعامل كويس مع الصور اللي في ها ضوء وظل يعني لما يكون في ضوء وظل اما ان الحالات اللي في الضل مش هتبان واما ان الضوء يبقى ساطع جدا في الاضاءة الليلية كعادة الفئة السعرية دي التفاصيل بتقل الاداء بيقل والصور ببقى فيها نويز وبتبقى نعم شوية وده عادي في الفئة السعرية دي الكاميرا الخلفية فيها خاصية العزل والشغالة بشكل كويس تطلع صور ممتازة جدا كعزل لكن محتاجة ظروف اضاءة مثالية عشان تطلع العزل بشكل كويس ففي بعض الاحيان في الظروف الاقل شوية كان العزل مش بيزبط قوي في المجمل تجربة العزل كانت جيدة لكن محتاجة اضاءة كويسة السلفي كان بدي صورة شكلها حلو والوانها كويسة والكاميرا بتاعف تتعامل كويس لما يكون وراك ضوء قوي بتخليك انت واضح ايوة الخلفية بتبقى منورة جامل بس انت هتبقى واضح كويس في بعض الكاميرات التانية كانت ما بتعرفش تتعامل قوي في الوضعية دي واتطلعك انت مضل كمان الكاميرا بتطلع تفاصيل مقبولة بالنسبة لكاميرا خمسة ميجابيكسر بالليل كان العادة التفاصيل بتقل والنويز باكتر والصور بتبقى انعم لكن بيجي هنا دور الفلاش اللي بيخلي الصور اللي هي مقبولة وكمان فيه تلات مستويات لقوته تقدر تحكم فيها من خلال الاعدادات الكاميرا الامامية هي كمان فيها خاصية العزل لكن لو انت شفت مراجعتي للهوت اس 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 ري قلت انها مش شغلة كويس او ما كانتش اصلا متتعرف علي لكن هنا بقت تتعرف لكن برضو العزل ما كانش بيتعامل بشكل كويس يمكن امفينكس محتاجة شغل كتير على بتاع العزل هنا عشان يبقى احسن في الكام الموبايل يقدر يصور فيديو الحد في الكاميرا الخلفية والسالفي في شوية مميزات زي وضع وفيديو 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 عشان تحسن في المجمل خلينا نتفق ان الموبايل مش موجه اصلا او مش بيروج له على انه موبايل مخصص للكاميرا مع ذلك الموبايل بيطلع صور مكبولة قالوا انا حلوة لما يكون في ضوء جيد هتجر تشاركها على سوشال ميديا وتقضي لك الغرض بالتالي هي كاميرا جزء من الباكتر جبتديك ميزة العزل اللي مش موجودة في قطة الالفين وخمسمائة الجنيه لكنها مش الحاجة اللي هتروح تشتري الموبايل عشانها يمكن لو عايز كاميرات مخصوص هتحتاج تعلل الفئة سعرية اعلى الموبايل كالعادة بيجي باربعة تلاف ميلي امبير بطارية والبطارية دي قدرت تديني عشر ساعات ما بين واي فاي وشوية داتا وده رقم يخلي قتل مستخدم يقضي اليوم كله بشكل كويس ولو انت مستخدم متوسط او خفيفة تحتاج يومين عشان تقدر تتخلص ببطارية الموبايل ده ولما تيجي زي شحن الموبايل في الموبايل للأسف بشحن في ثلاث ساعات ونصف ده رقم كبير بالشحن المرفق مع الموبايل الواحد واثنين من عشر الأنبير الجي بياس في الموبايل ده دقيق بيحدث مكانك بالسرعة وبالدقة كويسة وكمان في بوصلة هنا في تجربة النابيجيشن هتبقى جيدة جدا الموبايل في بصمة خلفية وهي شغالة بشكل دقيق لكن الموبايل بيلقط البصمة ويستنى ثانية أو ثانيتين ويفتح الشاشة كمان في هنا واللي كان شغال بشكل كويس في الإضاءة المثالية لما الإضاءة بتقل بيبتدي يعطل شوية لكن لما بيع طلب يجي دور الفلاش فالصف الثوار هنا في ميزة انك تقدر تقيدي الفلاش وانت بتعمل فتشوف وشك فالموبايل يفتح على طول كان شغالة بشكل كويس جدا لكن عموما فكرة الفيس انلوك اصلا هي ما هي الا ميزة تروجية اكتر مش عملية ومش امين قوي دي يجي بقى الاداة الموبايل الموبايل لديه معالج سناب داجون ربعمية 25 مع تراتة جيجا رام واثنين وتلاتين جيجا ذكرة داخلية كان في نسخة اقل شوية وهي اتنين جيجا رام وستاشر جيجا ذك داخلية. المعالج ده شفناه قبل كده مع سامسونج بروين برو بألفين وتلاتين جنيه ومعالج رينومي اي فايف بألفين جنيه. والموبايل على عكس ما كنت متوقع بيدي اداء يومي في الاستخدام العادي اللي هو تصفح سوشال ميديا وتنقل بين تطبيقات السوشال ميديا ومشادة فيديوهات على يوتيوب وتصفح الانترنت عموما اداء سالس من غير الاعج. ولاحظ ان انا قلت هنا سالس لكن مش سريع. يعني الموبايل مش هتلاقيه طيارة معاك لكنه مش هيضائك في استخدام وخلال استخدامي تقريبا مد سبوع الموبايل الكاميري احنا جدا من غير اي لايك. لكن طبعا اداء الالعاب هنا هيبقى ضعيف ومش هيقضي الغرض لمحبين الالعاب التقيلة. وبالتالي لو انت الاولوية عندك الالعاب تقيلة فمش هو ده الموبايل المناسب لك. الموبايل بيجيب على انتوتو 24000 نقطة. نيجيب على الموبايل ده بيجي بواجهة انفينيكس الاكس او اس على اندرويد اوريو. طبعا انت اكيد سمعت قبل كده عن الاكس او اس واكيد فيه سمعة سهيئة جدا للواجهة دي. والحقيقة ان لما جربت قلت ان الواجهة مش بالسوق اللي انا كنت متخيله. وهنا كمان بقول ان الواجهة فعلا مش بالسوق اللي انا كنت متخيله. الواجهة ما فيهاش كتير اللي انا سمعت عنها يمكن حسنت كتير عن زمان. ويمكن ثلاثة الواجهة بقت احسن كتير من زمان فأداء الموبايل هنا ثالث. وده اداء الليل ان بتتطور في الصفتوير. ايوان خلالت رجلوبتي مرقتش اي باقز في الموبايل. خلالنا نتكلم بقى على ممائزات الواجهة دي وهي فيها شوية ممائزات كويسة. ابرادة مطجر السيمات عشان تقدر تخصص وتغير في شكل موبايلة. الواجهة كمان فيها ميزة ودي بتخليك لما تيجي تلعب مفيش حاجة لتتعيجك ولا تنبيهات ولا اي حاجة. في هنا ميزة تصوير الفيديو شاشة وكمان فيه سكرين شوت طويل. فيه شوية ايماءات زي النقر مرتين لفتح الشاشة. وفيه كمان ينتعدي بتلات صعوبة على الشاشة في تاخد سكرين شوت. فيه خاصية عامل نسخة من نفس التطبيق لكن موجودة في شكل الت اسمه ملتي اكاونت. فيه كمان ودي تقدر تخبي فيها اهم صورة وفيديوهاتك وتسجيلاتك بعيدا عن المتطفلين باستخدام باصميدر. اخيرا خلينا نتكلم شوية عن الادافات في الموبايل ده. الموبايل بيجي بلمبدة اشعرات باللون الاحمر واللون الاخدر. الموبايل فيه مكان ما مفاصل للميموري غير مكانين الشريحة. الموبايل فيه مستشعرات كتيرة للجارس كوب فتقدر تستخدم الفي ار عادي. كمان فيه مستشعر هو عدد الخطوات. والموبايل بيدعم الموبايل البطارية العملاقة. ومع الباكتش دي بيدينا كاميرات كويسة. وكمان اداء سلس يقضي الغرض. لكن الموبايل ده مش اللي تشتريه عشان الكاميرا او مش اللي تشتريه عشان الالعاب والاداء. ببساطة كده يا باكتش. وكعادة في الفيئة السعرية دي هتلاقي شوية مميزات وشوية تنازلات. مع اسم انفينيكس اللي بقى مشهور دلوقتي في السوق فهتلاقي له اكسسورات بسهولة. وان كنت اتمنى ان الموبايل ده سعره يبقى ارخص شوية يعني هيق اقل من الفين وخمسمائة انا هيبقى افضل. القرار في الاخر يرجع ليك انت واحتاجاتك. بس لو انا سعادتك تاخد قرار ممكن تشتري الموبايل ده من الانكات اللي هتلاقي تحت في الدسكريبشن عشان ده بيساعدنا. وطبعا الموبايل ده موجود في كل فروق محلات الباشا. تفاصيل اكثر عن محلات الباشا هتلاقي في الدسكريبشن. والعاصل تباين على تويتر انا موجود على تويتر اتحمل متحد جده. موجود على الصفحة وموجود على تليجرام على فون في ريو. بس كده السلام